اكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالمشاريع التي تنتقص من حقوقه الوطنية المشروعة ممثلة بالحرية والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها القدس هذا وشدد المجلس الوطني على التمسك بحق المواطنين الفلسطينيين في مقاومة الاستيطان الإسرائيلي وسياساته حتى انتهاء الاحتلال واستعادة الحق بالعيش الحر والكريم هذا وتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقيات من عشرات رؤساء الدول حول العالم تهنئة باستقلال دولة فلسطين معربين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في مطلبه العادل بإقامة دولة المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام قيام دولة فلسطين دولة أرضنا الفلسطينية بهذه الكلمات أعلن الزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات استقلال دولة فلسطين من العاصمة الجزائرية قبل واحد وثلاثين عاما وقامت مئة وخمس دول حول العالم بالاعتراف بهذا الاستقلال لينتشر السفراء الفلسطينيون في الدول التي اعترفت باستقلال دولة فلسطين وثيقة الاستقلال الفلسطينية خطها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش وألقاها الشهيد أبو عمار أمام المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في الخامس عشر من نوفمبر من العام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين وشكل إعلان استقلال فلسطين انعطافا في سياسة منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتمدت قرارات الأمم المتحدة بشأن السلام مع التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وفي العام الفين واثني عشر حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية بتأييد مائة وثمانية وثلاثين دولة لصالح مشروع القرار ويحيي الفلسطينيون ذكر الاستقلال فيما يستمر الاحتلال في رفع وطيرة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة ويزيد من تضييق الخناق على المشروع الوطني الفلسطيني الساعي لنيل الاستقلال التام وإنهاء الاحتلال كل ذلك بدعم من الإدارة الأمريكية التي اعترفت مؤخرا بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في خطوة مخالفة لمواثيق الشرعية الدولية تبقى أمام رئيس تحالف كحولفان بني جانس أسبوع واحد قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية أو إعادة تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي ويأتي ذلك وسط تضاء لفرص تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية الأمر الذي سيدفع البلاد إلى جولة ثالثة من الانتخابات ولم يحرز جانس أي تقدم ملحوظ في مفاوضات تشكيل الحكومة حتى الآن بسبب إصرار ليبرمن على تنفيذ مطالبه وتعنت حزب الليكود على التفاوض باسم تكتل أحزاب اليمين ووفق القانون الإسرائيلي فإنه في حال إعادة تفويض تشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين فإن التفويض سيمنح لعضو الكنيسة الذي سيحصل على أكثر من 61 توقيعا من أعضاء الكنيسة لتشكيل الحكومة القادمة تشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية الصادرة مؤخرا إلى أن انتخابات ثالثة في إسرائيل ستؤدي إلى نفس النتائج الحالية وستفضي إلى ذات الأزمة السياسية المتمثلة بفشل أي طرف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الخامسة والثلاثين وأظهر آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة إسرائيل هيوم أنه لن ينجح أي معسكر بالحصول على 61 عضوا حيث سيحصل معسكر المركز واليسار على 45 مقعدا في الكنيسة مقابل 53 لمعسكر اليمين وبين استطلاع الرأي تراجع شعبية نتانياهو بعد أن كانت استطلاعات الرأي تشير إلى فارق كبير لصالحه في اختيار الجمهور الإسرائيلي للشخصية الأفضل لرئاسة الحكومة حيث تقلص الفارق بينه وبين جانتس إلى 2% فقط 34 شهيدا وعشرات الجرحة هي حصيلة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عدوان يراه سياسيون ومحللون على أنه هروب من حالة الجمود التي تخيم على المشهد السياسي الإسرائيلي وفي ظل انسداد أفق تشكيل حكومة جديدة والتلويح بجولة ثالثة من الانتخابات البرلمانية طبيعة الأمر هي جزء من العدوانية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وتجاه فصائل المقاومة تحديدا الشق الآخر لا يقل أهمية هو الشق السياسي الداخلي أي توظيف نتنياهو عينيا لهذا العدوان في سياق محاولات تشكيل الحكومة واحتمالات بيني جانس في تشكيل الحكومة أخرى حيث يتم الحديث في الأيام الأخيرة عن أن هذه العملية لم تغتل فقط بهاء أبو عطو وإنما اغتالت إمكانية جانس في تشكيل حكومة بدون الليكود عملية يجمع المواطنون العرب في الداخل الفلسطيني على رفضهم الشديد للعدوان الإسرائيلي على غزة ويحملون مسؤوليته بالدرجة الأولى لرئيس الحكومة بن يمين نتنياهو الذي يسعى على حد تعبيرهم للخروج من مأذقه السياسي والقضائي من خلال سفك المزيد من الدم الفلسطيني كل قاعدة يصيره هدم دم فلسطيني اللي عم يصير كل يوم بكل محل والأسباب هي كثير واضحة استعمارية كولونيالية فيش إش جديد يعني عم يصير دمنا ولا مرة كان يعني هاي الجسم يشوفه كبس وحيا وهي إش تاني فيش إش جديد الحرب هي معروف شو أسبابها اليوم نتنياهو موجود بمأذق قضائي واليوم نتنياهو بدوش تتشكل حكومة اللي هو مش بداخلها عشان ما يدخل للسجن فهو إسا عم بيعلن الحرب عشان يفرج الناس انه هو البطل إسرائيل وانه الناس بتحتاجه انه لازم تنعادل الانتخابات عشان هو يكون موجود فيها ويكون موجود بالحكومة عشان ما يتم سجنه على كل الفساد اللي عملوا بالحكومة جولة جديدة من المحادثات الأخيرة تسبك إعادة التفوذ الممنوح لغانتس إلى رئيس الدولة تتزامن مع جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة فيما يقع الفلسطينيون ضحايا الأزمة السياسية الحادة التي تعصف في إسرائيل مؤخرا في بيت الضيافة زعفران بمدينة رهد تم استضافة العالم الرئيسي بوزارة الاقتصاد الذي كشف النقاب عن أن ثلاثة بالمائة فقط من العرب في البلاد يعملون في مجال الهايتك السיכוי שמאנדסين العربين يقبلون نتח גדול יותר من ההייטك اليوم הם 3% בתוך ההייטك למרות שבאקדמיה הם 22% כמו הנتח באוכלוסייה והסיכוי לזה הוא גדול מאוד מכיוון שהיום התעשייה הישראלית צריכה את המאנדסים הערבים أنا حسب رأي مدارسنا تعليمها للمواضيع العلوم هو أقل من المستوى المطلوب للجامعة إذا أحنا بنلاحظ أن في عندنا أولاد أو طلاب اللي بيلتحكوا في الجامعة مطلوب إذا هو دي تعلم هندسة مطلوب يكون خمس وحدات رياضيات وخمس وحدات فيزي عدد المدارس اللي في عندها هذا التعليم أو مستوى هذا الإرشاد قليله إضافة مطلوب تفكير رياضي بمستوى اللي هو ملائم للكليات الهندسة والجامعة أحنا بحاجة أن نطور مش بس علامات وتخنيكوت في الرياضيات أحنا بحاجة أن نطور مهارات تفكير الملائمة لصناعة الهاي تيك والعلوم المتطورة الحضور من رؤساء سلطات محلية ورجال أعمال ومسؤولين من شركات اقتصادية أشاروا إلى أن الوزارة بحاجة إلى القيام بتمييز إيجابي لافتنا إلى المجهود الكبير الذي تقوم به جمعية استراج بهدف تشجيع دراسة الهندسة والعلوم الدقيقة في الجامعات أحنا كثير يعني بيسعدنا أن فيه هذه الفرص وهذه الموارد بيظل علينا أن نوصل الولاد اللي هم في مراحل الثانوية يستوعبوا أن فيه فرص لهذا المجال اليوم طبعا تعلمنا أن هناك أموال كثيرة وطائلة لتطوير موضوع التكنولوجيا في الوسط العربي ونحن لن نستغل هذا المشروع ولذلك في عندي فكرة أنه نكمل التوعية داخل المدارس والطلاب المدارس أيضا لرفع مستوى الدراسات في هذا الموضوع التكنولوجيا لأنه في هذا المجال هناك مستقبل كبير جدا لأبنائنا يشار إلى أن هناك نقصا يصل إلى نحو ثمانية آلاف مبرمج وأن المعطيات تشير إلى أن عدد الطالبات في مجال دراسة علوم التكنولوجيا أعلى من عدد الطلاب قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الأحزاب اللبنانية الثلاثة الكبيرة اتفقت على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق لمنصب رئيس الوزراء ما يشير إلى إحراز تقدم نحو تشكيل حكومة جديدة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة واستقال سعد الحريري من جياسة الحكومة في أواخر أكتوبر تشرين الأول أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة وإغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين عامي 1975 و1990 وجاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد في وقت متأخر يوم الخميس بين الحريري وهو سياسي سني بارز وممثلين عن جماعة حزب الله الشيعية التي تدعمها إيران وحليفتها الشيعية حركة أمل ويبلغ الصفدي من العمر 75 عاما وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية وعضو سابق بالبرلمان وسبق أن تولى حقبتي المالية والاقتصاد والتجارة وستواجه الحكومة المقبلة تحديات جسيمة إذ سيتحتم عليها الحصول على دعم مالي دولي ينظر إليه على أنه ضروري لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تتصاعد منذ فترة والتعامل مع التحدي الذي تمثله حركة احتجاجية واسعة النطاق ترغب في إزاحة الحرس القديم من السلطة بدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره يوم الجمعة مع قول مسؤول إن حصيلة ذلك ستستخدم في تمويل دعم ثماني عشرة مليون أسرة محتاجة وفقا لما ذكره التلفزيون الإيراني وقال التلفزيون إن سعر لتر البنزين العادي سيزيد إلى خمسة عشر ألف ريال أو ما يعادل نحو 12 سنة أمريكيا من عشرة ألاف ريال وإن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة تحددت عند ستين لترا في الشهر وسيبلغ سعر أي مشتريات إضافية ثلاثين ألف ريال للتر وقال محمد باقر نوبخت مدير منظمة التخطيط والميزانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن حصيلة زيادة الأسعار ستستخدم لتمويل دعم إضافي يستهدف ثماني عشرة مليون أسرة أو نحو ستين مليون شخص لكن الإيرانيين عبروا عن استيائهم إزاء هذه الزيادة التي قالوا إنها ستؤثر على شتى مناحي الحياة ومن بينهم موظف يدعى داود طيبي سيزداد الموقف سوءا كانت أسعار الوقود عشرة ألاف ريال والآن أصبحت ثلاثين ألف ريال وبالتالي ستزيد أسعار كل السلع بما فيها المواد الغذائية ستتدهور الأوضاع الاقتصادية للناس ولن تتحسن لكن ذلك سيصب في صالح الحكومة لأن عائداتها من الوقود ستتضاعف إلى ثلاثة أمثالها وأسعار البنزين في إيران من أرخاصها في العالم بسبب الدعم الكثيف وتراجع قيمة عملتها لكن البلد يكافح تهريبا متفشيا للوقود إلى الدول المجاورة ورغم احتياطياتها الضخمة من الطاقة تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص الساعة التكريرية وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات شهدت مدينة البندقية الإيطالية يوم الجمعة مستويات مرتفعة من المياه بعد أيام من تعرضها لأسوأ موجة فيضانات خلال أكثر من خمسين هاما وغرقت ساحة القديس موركوس الرئيسية في المدينة واغلقت أمام السائحين في حين اجتاحت المياه المتاجر والفنادق وقالت سلطات المدينة إن موجة المد بلغ ارتفاعها مائة وأربعة وخمسين سنتيمترا ما يقل بقليل عن التوقعات ويقل عن المنسوب المسجل يوم الثلاثاء وهو مائة وسبعة وثمانون سنتيمترا والذي كان الثانية أعلى منسوب تشهده البندقية في تاريخها لكن هذا المنسوب كان كافيا ليغمر سبعين بالمائة من المدينة بالماء ويتسبب في توتر السكان الذين ينتظرون عملية تنظيف جديدة واسعة النطاق وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في البندقية يوم الخميس وخصصت 20 مليون يورو أي ما يعادل 22 مليون دولار لإصلاح الضرر المباشر وتوقع لوي جي برونيارو رئيس بلدية المدينة يوم الجمعة أن تكون التكاليف أعلى من ذلك بكثير وقال في تسجيل مصور نشر على تويتر أنهم يتحدثون عن أضرار تقدر بمليار دولار ودوت صفارات الإنذار في أنحاء البندقية في الساعات المبكرة يوم الجمعة منذرة بارتفاع المد وسرعان ما غرق السرداب الواقع أسفل كاتدرائية القديس مرقص ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون ارتفاع المد بين 110 سنتيمترات و120 سنتيمترا في مطلع الأسبوع وفي الأحوال العادية يعتبر ارتفاع المد بمنسوب بين 80 و90 سنتيمترا عاليا لكن يمكن التعامل معه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر